السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في قناة مستقر الأخبار لسه بتتولى الأحداث ومستجدات واختيال على الهوى تعالوا مع بعض نشوف في هذا الفيديو أشياء حزب الله ونعم الوكيل في الظالمين ولسه كان بيمارس نفس الأشياء وأكتر كمان تعالوا مع بعض نشوف في هذا الفيديو ايه اللي حصل خلال الدقائق الماضية والساعات الماضية أيضا في بداية هذا الفيديو ما تنساش الدعاء لأخواتنا واجب من الجميع اكتب الله واجبر بذكر الله تطمئن القلوب أستحلفكم بالله كل من يشاهد هذا الفيديو ضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة والأهم من ده كله الدعاء لأخواتنا ويلا نبدأ على بركة الرحمن في أحداث متوالية وأحداث متتالية خلال الدقائق الماضية هنبدأ بيها في مجموعة من الاختيالات الرجل التالت في حزب الله من هو كيركي الذي استهدفته الكيان الكلام ده تقال إن هو أختيه وبعدا رجعه تاني قاله لأ بعدما أعلن الجيش بتاعهم أنه نفس ضربة محددة الأهداف في بيروت مساء يوم الاثنين فيما ذكرت الإزاع بتاعتهم أن المستهدف هو القيادي في حزب الله علي كيركي نفع حزب الله إصابته وأنه بخير يعني حتى ما فيش إصابة فيه عشان بس الناس تبع عارفة لأن في بعض المواقع جابوا أنه هو أختيل طيب مين الأختيل على الهوى ولكن أصدر حزب الله في بيان نفى فيه مقتل الرجل التالت وقائد الجبهة الجنوبية في حزب الله قائلا أنه بخير وقد انتقل إلى مكان آمن وكشفت وكالة الأنباء الابنانية أن الضربة على منطقة حي ماضي في الضحية الجنوبية البيروت تمت باستخدام ثلاث صواريخ وذكرت الإزاعة عن مصادر أن هدف الهجوم في بيروت هو القايد علي كيركي يعني هما زي ما قالوا كده الأهداف كانت محددة يعني هما بيضربوا وعارفين هما عايزين مين بالزبط وهو قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله وهو الرجل التالت في سلم الكيادة طيب يعني هنا بيجيب لك نبزة عنه برضو أرفع قائد عسكري ويعد كيركي أرفع قائد عسكري في الحزب كما أنه عضو ما يعرب اسم المجلس الجهادي وهو الجناح العسكري والأمني لحزب الله وبحسب المصادر بتاعتهم فقد عينه يعني حسن نصر الله علي كيركي خلفا لفؤاد شكر يعني نجح من محاولة الاختيال ده اللي احنا بس جايب نقول لكم علشان ناس تبع عارفة لأن في بعض المواقع كتبة كلام غير كده وهو بيشغل منصب قائد الجابعة وحاول التل قبيب اختياله في فبراير من العام وهم عايزينه بأي طريقة يعني هم عايزينه بأي طريقة ولكن هم حاولوا أن هم يعملوا كده وما نجحوش ما عرفوش يعملوا كده طيب نروح للجانب الشمال من عشرين دقيقة زي ما حضراتكم شايفين هنا في ناس كتير بيقولوا انتو لو جايبين الاخبار وجايبين الانباء يا جماعة احنا بنجيب المصادر عشان المصداقية وفي الاول وفي الاخر بنحاس بي الله ونعمل وكيل في اللي يظلم كل مواطن عربي شريف او بيظلم بشر القصام في لبنان بتانع قائدا ميدانيا قتلة بعملية اختيال اسرائيل يهو عشان كده بقول لكم في حاجة تانية الجناح العسكري الحركة حماس القائد الميداني حسين محمود النادم طبعا الذي لقى حطفه في عملية اختلفة من النهاردة في مجموعة من الاختيالات وكان في رشقات صاروخية قوية جدا وعدوان غاشم ولسه حتى هذه اللحظات بيمارس هذا العدوان كل الوسائل الغاشمة والطرق البشعة في هذه الحرب مش بس يعني ما بيكتفيش بان هو بيدربه من بعيد لا بيشتغلوا مع الجواسيس وبيشتغلوا في كل الأسليب والطرق حتى يصلوا اللي هم عايزينه واللي هم مش عارفين هم عايزينه دلوقتي بقى عندهم حب ان هم متعطشين للدماء وخلاص بقيادة النتي خلينا هنا في الجانب اليمين صراخ لا يوصف لحظة إصابة الإعلامي لبناني خلال البس المباشر اختيال على الهوى على الهوى وسط التصعيد اللي بيحصل ده أصيب رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فادي بودي وده طبعا موجود الفيديو في كل حتة وفيديو صعب جدا هو قاعد يصرخ ومش قادر الصراخ كان مغطي الفيديو أثناء وجوده في بس مباشر على الهوى ضيفا على برنامج تلفزيوني وانتشر هذا الفيديو كان نار في الهشيم يعني للصحفي أثناء البس المباشر يعني خلال الراجل بيتكلم وفي لحظة يعني العدوان دخلوا لحد عنده يعني حسب يا الله نعم الوكيل وهو في غفلة يعني ولا يسمع في هذا الفيديو بعد إلي صراخات زي ما بقول لحضراتكم كان الفيديو صعب جدا هو كان قاعد زي كده بيتكلم ومرة واحدة الحيطة اللي وراه دي بقت كلها على ظهره ووجع في أعنف تصعيد فعلا بإشارة لأن لبنان بيعيش الأيام دي أعنف تصعيد وحتى الآن تنهال الغراط عليهم وبلغت نحو ألف ومية على بلدات الجنوب والبقاع طيب نروح للجانب طبعا العراق دخلت على الخط هي كمان يعني العراق نالها من الحب جانب يعني العراق برضو فيها أجواء وفيها حاجات بتحصل يعني برضو فيها بعض المشاكل في هذه الحرب تعالي نروح للجانب الشمال ده هنرجع لحضراتكم مرة تانية الرئيس الإيراني بيوضح سبب امتنع بلاده عن الرد الفوري على اختيار الهانية يعني ده السؤال اللي العالم كله كان عمال يسأله وقال الرئيس الإيراني مسعود آآ النهاردة بيقول أن إيران آآ لا تزال بتخطط للانتقام يعني لسه بتخطط لكنها لا تريد أن تكون سببا في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وقال في حديثه على هامش الجامعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن إيران امتنعت عن الرد الفوري لاختيار الهانية لأن المحادثات بشأن وقف إطلاق النر والإفراج عن الرهائم بين العدو حمز بدت وشيكة يعني هو شايف خلاص أنه هم خلاص هيبدأ يوصلوا الحل فقالوا له اسكت انت وخلاص الموضوع كده خلاص قال لهم حاضر من عناية ما فيش مشكلة مش أتكلم في الموضوع ده تاني يعني سبحان الله أنا مش عارف أقول لكم لكن أنا سايب الرد لحضراتكم آآ أيضا الجالانت بيقول نهدم ما بناه حزب الله منذ عشرين عام هم شايفين بقى مع التزامن مع الضربات دي وزير الدفاع الجالانت بيقول آآ ان هم بيقوموا بهدم ما آآ بنو حزب الله في عشرين سنة وأضاف أن حسن نصر الله بقى وحيدا وتم قتل وحدات كاملة يعني هو عمان يموت له الناس حواليه آآ بمقتل قاد الباليس إبراهيم عقيل وآآ في تدمير لعشرات الألاف من الصواريخ آآ هم مستكتين ده حقيقي هم مستكتين وعمين يضربوا فعلا وبيحاولوا يكسروا كل مأديف والروح اللي موجودة إذا كان في لبنان أو في الأراضي الطهرة حزب الله نعمل وكيل ليل ونهاره مع صلاة الفجر بص هنا بقى الكيان بيعلن حالة الطوارئ استعدادا كام ده من خمس ساعات أنا بكلمكم دلوقتي الساعة أربعة صباحا يعني مسمع في يوم الاثنين لكن النهار ده التلات أربعة وعشرين سبتمبر آآ العدو بيعلن حالة الطوارئ استعدادا للمراحل القادمة مع حزب الله وأعلن مجلس الوزراء بتاعهم حالة الطوارئ على مستوى البلاد مما يمنحه آآ سلطة فرض كيود على الحياة المدنية يعني يقدرهم بقى يعملوا اللي عايزينه في يعني مش عايز أقول في شعبهم مالهمش شعبه ولكن في الرعاية بتاهم يعني آآ حزبه مسرح مسؤول آآ لشبكة الوقت الحالي وتواجه المجتمعات الوقتعة شمال حيفا في المناطق المجاورة مباشرة للقطاع غزة مثل عزي الكيود كما آآ في اغلاق للمدارس والكيود المفروضة يعني عشان ما حدش قولهم بتعملوا ايه بقى وما تعملوش ايه فهم قال لك نرفع شعار حالة الطوارئ وبعدها ايه نعمل اللي احنا عايزين ولكن فيه اشارة إلى تصاعد الصراع مع حزب الله الذي آآ يمتلك صواريخ أطوأ مدى بكثير من حماس الحكومة عملت ايه منح الحكومة نفسها سلطة فرض كيود صريمة في جميع انحاء البلاد لسه عندي كلامي بقول لحضراتكم بإذن الرحمن هيجي وقت ونقول للشعب العربي وكل مواطن جريح بإذن الرحمن هنقول لهم مبروك على التحرر ولكن يعني الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في الوطن العربي وفي العالم زي ما قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا من 2019 حتى الآن العالم بيتغير بصورة كبيرة إذا كان من الخفافيش أو حرب روسيا أوكرانيا وبعدها زلازل وموجات غريبة وعجيبة في العالم كل هذه الدراما والأشياء اللي بتحصل حوالينا من وقت للتاني يعني نسأل رب العالمين أن يهدأ وتهدأ الأرض ومن عليها شكرا لكم ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفقيل جرس تنبيهات وأهم من ده كله الدعاء لإخواتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته